أنه هو هدف الفوز نفس شوية شبه فكرة أنه أفشا هو اللي قدر يجيب هدف الفوز أو يقدر أنه هو يحسم نهائي دوري أبطال أفريقيا يعني كنت بقول أنه كل اللعبة دي هيتكتب اسمها يعني بحروف من دهب في تاريخ النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن دايماً اللاعب اللي بيجاب هدف الفوز ده حاجة تانية خالص بالناس دايماً تفتكر أفشا ده دور ده الهدف اللي جابه أفشا دوا مش حينساته لحياته وحيفضل في تاريخه ليه هو ولولاده والأسرته لأن هدف أنت بتلعب ينهائي بطولة أفريقيا واحد وواحد بتكسبي البطولة مع منافس قوي فطبعاً ده مش يعني هدف غالي قوي على أفشا ومش حينساها قبضاً تتفق معي كابتل أنه هو من أكتر اللعيبة اللي تطورت تحت قيادة موسيماني آه طبعاً فيه تطور كبير جداً في مستوىه هو تحرر في أداءه يعني مش مكلف بحتة يلعب فيها لأ موسيماني سايبه يلعب في كل أرجاء الملعب لأنه هو أفشا من اللعيبة المهارية اللي هو صانع لعب بيشوف الملعب كويس بيقدر يمر لزميله بشكل كويس بيمتاز بالتصويب اللعيبة اللي من النوع ده مش عايزة مش عايزة مدير فني يطلب منها نواحي دفعية كتير ويطلب منها أنه يتحرك في مساحات معينة صح لا موسيماني ادى له الحرية في التحرك فبن بشكل كويس جداً مع موسيماني طبعاً عايزة عرب بقى تقييم حضرتك للفريق دلوقتي تحت قيادة موسيماني بشكل عين لا فيه طفرة كبيرة طفرة كبيرة في حلوة اللعب ويمكن موسيماني مع سانداونز عشان كان سانداونز برضو فرقة بتلعب كرة على الأرض بتنقل فبيحاول أنه هو يحط الإسلوب دوا بالنسبة للعبت النادي الأهلي الشكل تغير بشكل كبير جداً نسب الاستحواز بالنسبة للعبت النادي الأهلي في المباريات بيتعالية جداً قدام أي منافس حتى لو بلعبوا منافسين جمدين لا نسبة الاستحواز وهي قرط القدم استلام وتسلم قال أول حاجة يعني الفرقة اللي ما عندهيش مطعفش تباصي كويس مطعفش تسلم الكرة كويس خلاص هتبني عليها لعب ازاي فهو بيركز على الحتة دي وبانت بانت جداً وفي دلوقتي طلوه على المرمى أكتر برضو يا كابتن بالزبط لسا كنت أتكلم أنا وإحمد أنه بقى فيه تطور في فكرة الدربات السابتة في النواحي الهجومية احنا شوفنا أنا هقولك حاجة الهدف الأولاني في نهاي البطولة أمام نادي الزمالك اللي هي الدربة الركنية الدربة الركنية وتلوع لعبت النادي الأهلي على خط 18 عشان يسحبوا الديفنس بتاع نادي الزمالك في الحتة دي ويفضوا المساحة اللي حيجروا فيها أنا هقولك يعني أنا بقالي يمكن من خمس سنين ما شفتش جملة بتتعمل في كرة سابتة صح فدي اتعاملت بشكل كورة السولية طبعا طبعا يعني فكر وفكر بتاع مدرب فاهم وفاهم كورة وبيعرف إيه اللي ديفوهات اللي موجودة في الفريق اللي حيلعبه فهو لما جرد الديفنس بتاع نادي الزمالك لغاية خط 18 عشان يفضي المساحة وبعالي اللعبة تجري ده كل ده طبعا أفكار جديدة في موتشين جايبين ثلاث جوان من كرات سابتة سواء كورة السولية في النهائي دوري أبطال أفريقيا أو جنين بتوعين بارح يعني نتكلم على جون الأول علي معلول طبعا علي معلول لأفشة من خارج الثمانتاشر وبعدين علي معلول للشحات شحات يرفع وبعدين حمد فاتح يحط الجون ففي تطور فعلا في تطور طبعا لأن ده برضو بيبين لنا أهمية كرات السابتة يعني كرات السابتة في بعض المباريات هي بتبقى الحلول اللي هي تفكلك الشفرة بتاع المباريات زي التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بيبقى إحدى الحلول الهجومية اللي هي بتفكلك أي تكتل دفاعي بيكون أي فرقة بتعمله قدامك فواضح أن النادي الأهلي اسلوب لعب وتغير بقى فيه تحرر في التحركات بالنسبة لكل لعبت للنادي الأهلي النواحي الهجومية زادت بشكل كبير جدا ودي أي فرقة بتهاجم كويس دي ثقة ثقة في إمكانياتها كلعيبة وفي نفس الوقت المدير الفني بيديهم ثقة إزاي يروح على الجون فأقل وقت وأبسط تمريرة أبسط عدد من التمريرات وفي أقل وقت وإزاي كل هجمة يقدروا يوصلوا بها الثلاث خشابات أبسط عدد من الثلاث خشابات